بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجرات سورة الآداب والأخلاق سورة الحجرات سورة مدنية أي إنها نزلت بعد الهجرة ونزلت تحديدا في العام التاسع للهجرة والعام التاسع يسمى عند علماء السير بعام الوفود جاء بعد عام فتح مكة لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت القبائل العربية من كل حدب وصوب تعلن إسلامها ومبايعتها للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت عدة أحداث نزلت من أجلها سورة الحجرات سورة الحجرات تحدثت عن الآداب والأخلاق ونتساءل كيف تتحدث سورة نزلت في العام التاسع للهجرة عن الآداب والأخلاق أي بعد مرور أكثر من عشرين سنة على بدء نزول القرآن والجواب أن الأخلاق لا يراعى فيها الكبير أو الصغير بل هي تصلح للجميع يخاطب بالأخلاق والآداب الكبير والصغير الغني والفقير على حد سواء كما سنرى في سبب من أسباب نزول هذه السورة بإذن الله تعالى هذه السورة جاءت بعد سورة الفتح بعد سورة الفتح وسورة الفتح بشر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين بفتح عظيم والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة هذه السورة بسورة الفتح؟ أي ما علاقة الآداب والأخلاق بالفتح؟ لأن الإمام الرازي قال رحمه الله أكثر أسرار القرآن مودعة في روابطه ومناسباته ذلك لأن الأخلاق قد تتكلف الأصل في الخلق أن يكون خلقا رصينا وأكيدا في نفس الإنسان ولكن قد يتكلف الإنسان الخلق قد يتكلف أمام إنسان أو هيئة أو مؤسسة أو غيره ولكن تظهر الأخلاق وتتجلى على حقيقتها يظهر الكامن منها في موضعين عظيمين الموضع الأول أن يقعب الفرح الشديد عقب النصر عقب الفتح والظفر لذلك قال الله الأخلاق بعد الفتح ينبغي أن تحافظوا عليها ينبغي أن تحافظوا على أخلاقكم وآدابكم لا يغرنكم أنكم فتحتموا البلاد من أن تتنازلوا عن أخلاقكم فينبغي أن تفتحوا أيضا قلوب العباد وتظهر كذلك الأخلاق في أشد اللحظات صعوبة ومشقة عند المصيبة والنازلة والنائبة تظهر أخلاق الإنسان على حقيقتها لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على وقت الصبر متى يكون الصبر؟ قال عند الصدمة الأولى عند الوهلة الأولى صورة الحجرات صورة الآداب والأخلاق ذكرت الصورة آدابا عظيمة وأخلاقا كريمة هذه الآداب والأخلاق منتثرة في الصورة لكنها مجتمعة تحت أمهات كبرى أمهاتها خمسة دلنا على هذه الآداب الجامعة الخمسة الاستهلال بالنداء يا أيها الذين آمنوا والله سبحانه وتعالى قد استهل كل أدب من هذه الآداب الخمسة بالنداء بيا أيها الذين آمنوا والنداء يدل على الإقبال أي إن الله سبحانه وتعالى أقبل عليك فأقبل عليه كما أقبل عليك والنداء بيا أيها الذين آمنوا له دلالة عظيمة عميقة أن الله سبحانه وتعالى يناديك بأحب الأسماء إليك فإذا أردنا أن نؤدب الناس أن ننصح الناس فينبغي لنا أن نتلطف معهم وأن نخاطبهم ونناديهم وندعوهم بأحب الأسماء لديهم كما أن نداء الإيمان يذكرنا بالصلة الوثيقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الصلة بيننا وبين الله أن الله يأمر وينهى وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وله دلالة أخرى أيضا أن هذه الأخلاق والآداب من شعب الإيمان فالأخذ بها يزيد الإيمان والإخلال بها يؤدي إلى النقص في الإيمان لأن الإيمان أخلاق بل ما بئث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وحصر دعوته وبعثته إلا ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق تحدثت السورة عن آداب خمسة بدأت السورة بالأدب الأول من هذه الآداب الأدب الأول هو أس هذه الآداب وأصلها وغظمها وأهمها وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى لأنه لا ينبغي ولا يكون للإنسان أن يتأدب مع الناس وأن يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى فأولا وقبل كل شيء أن يتأدب الإنسان مع ربه خالقه فاطره الذي خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فبدأت بالأدب مع الله فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وصورت هذه الصورة القبيحة أن يتقدم الإنسان بين يدي الله كما يتقدم أحدنا بين يدي كبير أو عظيم يمشي أمامه فلا يجوز لنا أن نتقدم أمام الكبراء وهم الخلق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ما معنى لا تقدموا بين يدي الله أي إننا نعيش في ملك الله وفي كون الله والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وسن له قوانين وشرع له نواميس وشرائع وأذن لنا أن نتمتع وأن نتلذذ بما فيه من متع الحياة وفق ما قرر من ضوابط وقواعد فلا ينبغي لنا أن نفعل شيئا دون أن نستأذن صاحب الكون صاحب الملك وهو الله سبحانه وتعالى كما إذا دخلنا بيتا ملكا لأحد فلا ينبغي لنا أن نفعل شيئا إلا إذا استأذننا صاحب البيت وكذلك نحن نعيش في ملك الله وكونه جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله أي لا تفعلوا شيئا ولا تقولوا شيئا إلا أن تستأذنوا الله إن أذن الله لكم إن قال الشرع هذا الأمر حلال فبها ونعمة وإن قال لكم هذا الأمر حلال فلا يجوز لكم أن تفعلوه لأن الله نهى عنه ولم يذكر الفعل ولم يذكر مع الفعل مفعول لاتساع المدلول ليشمل كل شيء فلا يجوز لنا أن نقدم أي شيء بين يدي الله كأنه قال لا تقدموا بين يدي الله رأيا ولا عقلا ولا شخصا ولا حزبا ولا تنظيما ولا جماعة ولا قبيلة ولا عشيرة فلا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ومن صور الأدب مع الله أن نسأل قبل أن نفعل كان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يفعل شيئا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النساء كما ورد في كثير من الأحاديث كانت لا ترضى لزوجها أن يفعل كذا وكذا ولو في خاصة أمرها ولو بإعطاء أرض لولدها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرضى ويقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا في زمان يفعل الناس قبل أن يسألوا يفعل الإنسان ما يريد أن يفعل يشتري ويبيع يقرر ويأخذ ما يريد أخذه ثم يسأل بعد ذلك هل يجوز لي هل ينبغي لي هل هذا الفعل حلال هل هذا القول حرام ولو كان صادقا لسأل قبل أن يفعل لا تقدم بين يدي الله ورسوله أي لا تفعلوا فعلا ولا تنفذوا قولا إلا إذا سألتم عن حكم الله في هذا القول أو الفعل ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى لأنه العلة التي تمنعنا أن نتقدم بين يدي الله العلة هي التقوى الخوف من الله ومن لقاء الله سبحانه وتعالى ولذلك ركزت السورة على التقوى فأمر الله في السورة بالتقوى في ثلاث مواضع واتقوا الله وختمت الآية إن الله سميع عليم لتشمل الأقوال إن الله سميع للأقوال عليم بالأفعال لتشمل الأقوال والأفعال ومن صور الأدب مع الله ما ذكرته السورة في خاتمتها وآخرها ألا يمن الإنسان على الله بإيمانه أو بعبادته وطاعته وإنفاقه وجهاده فإذا فعل شيئا ألا يقول لربه يا رب قد فعلت وفعلت فإذا ابتلي أو أوذي قال يا رب كيف فعلت بي كذا ألا يسخط على قدر الله هذا من صور الأدب مع الله لذلك عاتب الله سبحانه وتعالى من منّو على رسول الله وقال لهم قل لا تمنّوا عليّ إسلامكم بل المنّة الحقيقية لله بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين المنّة الكبرى أن الله وفقنا وهدانا للإيمان ولما ختمت الآية الأولى الحديث عن الأدب مع الله شرعت الآية الثانية مباشرة بالحديث عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية ولهذه الآية قصة نزول أخرجها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما في عام الوفود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وفد من الوفود إما أن يثبت الأمير وإما أن يغير الأمير إذا رأى أنه لا يصلح غيره وكان يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرين المستشارين الوزيرين أبا بكر وعمر فذات يوم أراد أن يستشيرهما في تعيين أمير فاستشار أبا بكر من أولي على هؤلاء فقال ولي عليهم فلان قال يا عمر من أولي على هؤلاء قال ولي عليهم فلان فنظر أبو بكر لعمر وقال ما أردت إلا خلافي أنا قلت ولي عليهم فلان الأصل أن تطاوعني فيما اقترحت قال عمر لا والله ما أردت خلافك شاورني رسول الله فرأيت وقلت بما رأيت فقال والله ما أردت إلا خلافي قال والله ما أردت خلافك وعلت أصواتهما قال الصحابي الجليل كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي أنفسهما أنهما في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع أصواتهما فنزلت الآية تهذب وتؤدب هذين الصحابيين الجليلين بأدب التعامل والتخاطب مع رسول الله حتى قال أبو بكر وعمر بعد ذلك أو قال الصحابة عنهما ما كان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار أي إذا أراد أحدهما أن يكلم رسول الله بعد نزول الآية كان كأنما يكلم أخاه في سر من الأسرار لا يريد لأحد أن يطلع عليه وهذا من شدة أدبهما وامتثالهما لربهما سبحانه وتعالى العظيم أن هذه الآية قد جلت لنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه الله عز وجل نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي وأن نجهر له بالقول كما يجهر بعضنا لبعض وأن نناديه كما ينادي بعضنا بعضا بل أن نجله وأن نعظمه وأن نوقره وأن نناديه بنداء الإيمان ونداء النبوة أن نقول له يا نبي الله يا خليل الله يا حبيب الله يا رسول الله لا أن نناديه باسمه أو بكنيته يا أبا القاسم ثم قال الله سبحانه وتعالى لماذا فأمرنا بذلك أو نهانا عن ذلك العظمة تكمن هنا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الخوف كل الخوف أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أبو بكر وعمر الذان آمنا وصدقا واتبعا وهاجرا وجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات تلو الغزوات وتصدقا وبذلا أموالهما في سبيل الله والله يخاطبهما ومن معهما من الصحابة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم حتى لو زاد الإنسان إيمانا ولو زاد الإنسان طاعة وأعمالا يبقى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مهم عند الله هذا رسول الله وهذا قدر رسول الله حند ربه جل وعلا قد يؤدي إلى أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر والمرء الذي يعمل الطاعة ويخلص فيها يكون أخوة فما يكون أن يفقد أجرها وثوابها وأن يحبط عمله وهو لا يشعر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قد يقول قائل ما علاقتنا نحن بهذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين ظهراني الصحابة أما الآن فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نتعامل مع هذه الآية أو كيف نتأدب مع رسول الله من خلال هذه الآية أقول هناك أمران الأمر الأول إذا ذهبنا إلى هناك إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرمته ميتا كحرمته حيا لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في حضرة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى القبر ويقول قال صاحب هذا القبر يقول صاحب هذا القبر ولا يرفع صوته ومن رفع صوته في مجلسه كان يطلده من مجلسه حفظا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى الثاني لا يقتصر على رسول الله كشخص بل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون أحيانا في مجالسنا بين أهلنا وإخواننا وجيراننا فقد يشق أحدنا أو يبعد أو يجنب ويتكلم في أمر لا ينبغي له فيجد من يذكره ويقول له لا تفعل كذا لقد فعلت كذا قال رسول الله فيقول له قال رسول الله وربما يعير وربما يوقف من الناس الآن تذكرنا برسول الله قد كنت معنا قبل قليل لا لا يجوز لك أن تنظر إلى القائل بل إلى القول ظالم أنه يقول لك قال رسول الله فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ناطقا أمامك هو الذي يأمرك وهو الذي ينهاك العبرة بالقول ولم تمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته فينبغي لنا أن نتقبل وأن نقبل كل ما أمرنا به أو عظنا به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي فرد كان وأن نقول سمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر القرآن مثالا آخر للذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ولكن هناك مثال عملي لرجل تربى على القرآن وتهذب بآداب القرآن إنه خطيب النبي ثابت بن قيس لقب بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل سمع هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى أن قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولم يعلم بقصة أبي بكر وعمر فقال في نفسه أنا خطيب أرفع صوتي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار ثم خاف خوفا شديدا فلزم بيته وحبس نفسه فلم يعد يخرج حتى للصلاة ففقده القائد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتفقد جنده ورعيته وقال صلى الله عليه وسلم إني أفتقد ثابت بن قيس أين ثابت وسأل جارا له هل يشكو من مرض أو شيء قال ما سمعت يا رسول الله أنه يشكو من شيء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة ليتأكد من قصته وخبره فجاء إليه ووجداه في البيت قد حبس نفسه وقال له رسول الله يسأل عنك فقال أنا من أهل النار حبط عملي نزل في قرآن فسمع ما قال ونقل ما قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال لا قول له لا لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة نعم والحديث متفق عليه بل أنت من أهل الجنة يا الله بشر صحابي بالجنة لأنه تعامل مع آية كأنها نزلت عليه وما نزلت عليه كأنه المخاطب بها وما كان مخاطبا بها وهذا دأب الصادقين في تلاوة خلام رب العالمين أن يقرأ الآية ويظن أنها تخاطبه تكلمه وكأن الله يكلمه صراحة ليس بينه وبين الله ترجمان يسمع القرآن وكأن الله يخاطبه هو بنفسه فيتلقى الأمر عن الله وينفذ ويقول سمعنا وأطعنا يا لها من بشارة بشر بها بالجنة لأنه تدبر القرآن وتأمل القرآن وعاش مع القرآن كأن القرآن نزل عليه ثم ذكر القرآن قصة أخرى بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة أن وفدا جاء في عام الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوفد كان من الأعراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدى جفاء طبيعة أهل الباذية الجفاء لأنهم لا يخالطون الناس كثيرا ولأنهم يتعاملون مع الإبل والأنعام وما شابه فيكونون غلاظا شدادا فجاء هذا الوفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء في وقت قيلولة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحته لأنه الإمام الذي شغل بأمور المسلمين فينبغي له أن يخلو بنفسه وأن يرتاح في سكنه مع سكنه وأهله فجاءوا وقت القيلولة ولم ينتظروا أو يتربصوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فتفرقوا من وراء الحجرات وقالوا يا محمد يا محمد أخرج إلينا أخرج إلينا جئنا نؤمن بك ولم نقاتلك كما قاتلك بن فلان وبن فلان يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين وإن ذمنا شين فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأنزل الله ووصفهم الذين ينادون من وراء الحجرات بأن أكثرهم لا يعقلون وتأمل الأدب أن الله لم يحكم عليهم جميعا في الحكم احرص على أن لا تحكم على الجميع وإن كانوا كذلك فلست تعلم الحقيقة والباطن قال أكثرهم مع أن الله يعلم قال أكثرهم لا يعقلون فنفى عنهم العقل ولهم عقل يعقلون به ويتكلمون به ولكن العقل الذي نفاه الله عنهم هو عقل التأدب العقل الذي يعقل المرأة ويربطه فيفعل ما ينبغي وقت ما ينبغي ويمتنع عن فعل ما لا ينبغي وقت ما لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل لذلك خاطبهم الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون والجميل أن السورة سميت بهذا الاسم الحجرات الذي وردت فيه هذه الآية وهي تتحدث عن الآداب والأخلاق ولم تسمى بسورة الآداب وسورة الأخلاق لماذا؟ لأن الله يريد لنا أن نتمثل بسيد الأخلاق الذي تمثل الأخلاق واقعا عمليا وطبق أخلاق القرآن حتى صار قرآنا يمشي على الأرض لذلك سميت سورة الحجرات ليدلل لنا على مكانة هذه الحجرات وعظمة هذه الحجرات التي حوت بين أركانها وحيطانها وجنباتها خير بيت مسلم وخير قائد مسلم خير من وطئت قدماه الثرى خاطبه الله وزكاه بخلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم عقب الله سبحانه وتعالى على حدث هؤلاء الأعراب بأنهم لو صبروا ولم يتعجلوا حتى يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم لأنهم كانوا يريدون إعانة ومالا ولو انتظروا وتربصوا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم أكثر مما يريدون ويطلبون ولذلك الإنسان ينبغي له أن يتمهل وأن لا يتعجل ففي الصبر خير كله وفي الأنات خير كله وفي العجلة شر مطلق ولذلك نهى رسول الله عن العجلة وجعلها من الشيطان ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ثم ذكر الله أن الله غفر لهم ورحمهم فقال والله غفور رحيم لأن الله سبحانه وتعالى يغفر زلاتنا وسيئاتنا ويرحمنا لأن الله أرحم بنا من أنفسنا ولأنهم كانوا لا يعلمون لذلك غفر الله لهم ورحمهم جل وعلا هذا هو الأدب الأول والأدب الثاني في سورة الحجرات أما الآداب الأخرى فإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر